وقف النفاق في السياسة اللبنانية عند باب مجلس النواب فقط عندما استقبل برلمان الأطفال 128 طفلاً كل منهم مشروع سياسي ومشروع وطن بحد ذاته توزعوا في قاعة أعلى سلطة تشرعية في البلاد ليقولوا كلاماً هو أعلى من أي سياسة وأهم من أي سياسي والتقى أسئلتهم أحياناً كبركان حيرة عند مسؤولين هم كما كثر سواهم في الطاقة مياه هم السبب في ضياع الأجوبة عنها 128 طفلاً ولمناسبة اليوم العالمي للطفولة وضعوا الدولة على المحك شرحوا تخبطها مع الإنسان اللبناني ومع انتهاك أبسط حقوقه بالعيش الحر وبالطبابة وبالحريات وما شابه وذهبوا بالرئيسين بري وميقاتي إلى مطارح بعيدة ما كانا ليتوقعونها فكونوا طليعة الشعب الشعب يريد الشعب يريد إلغاء الطائفية وكونوا طليعة الشعب يريد طانون انتخابات عصرية والشعب يريد خفض سن الاقتراع والشعب يريد مشاركة الشباب وآخر هذا الشعب بتاريخ 3011 سيتم الإعلان عن مأسسة هذه العملية البرومانية للتربية على الديمقراطية بتبلش بكلمة هي الحلم حقكم تحلموا أوعد خلموا ان الحلم له حدود بلكن ما تخافوا ما تخافوا من سلوك الطرق الوعرة طريق وعرة كتير طريق صعبة ولكن الخيارات واضحة لا خيار الارتهان والتبعية للخارج مفيد ولا خيار ولا نهج المكابرة والعناد في الداخل مفيد 17 سؤالاً كانت كافية ليعرف بعض من شارك من نواب ووزراء في برلمان الأطفال أي حلم يذهب إليه هؤلاء الأطفال وكم هو بعيد عنهم وعن واقعهم حلم بجمهورية غد لا يشبه شائبة سلاح غير شرعي وظلم للإنسان والمواطن واحتقار لدور المواطنية الأسئلة التي دارت حول الأمن في الوطن والحرية وتوطين الفلسطينيين وتقهكر مستوى المدارس الرسمية وآفة المخدرات والتأمين الصحي وما شابه وكلها وقفت حائرة عند سؤال وجهه طفل في العاشرة مريض بالسرطان توجه إلى الرئيس برري بسؤال لماذا لا يوجد مركز مجاني لعلاج سرطان الأطفال أهلي يتكبدون أربعين ألف دولار بالسنة لعلاجي وقد لا أشفى ألا يحق لنا بالتبابة المجانية؟ فأربك برري وأحل السؤال إلى مقاتي الذي عاد ورماه عند برري الذي أجاب بالعموميات من دون أن يروي غليل الطفل بالجواب المناسب ولما توجهت طفلة معوقة بالسؤال لبرري بأن متى يكون لنا مدارس خاصة تعنى بنا فأجاب برري بس يصير عنا دوله ولم يسأل الرئيس برري نفسه أي انتباع ستأخذه الطفلة والأطفال عموما عندما تسمع رئيس السلطة التشريعية في البلاد يتهكم وينفي وجود دولته